هقولك على مميزات رائعة جدا بدون استخدام اي برامج نهائي زي ايه تقدر تخلي تليفونك جوا تليفون سري حدش يعرف عنه حاجة باسماء تانية بفيديوهات تانية بحاجات تانية خالص وكل ده موجود فعلا في تليفونك ازاي تمنع اطفالك بزكاء من استخدام التليفون بتاعك يعني تحدد الوقت اللي يمسك فيه تليفون تحدد ان هو ما يقدرش يستخدم الرصيد او الانترنت تحدد كمان ان انت تقدر تقفل الضبط بتاع التليفون بتاعك بحيث ان هو ما يغير لكش في الاعدادات كل ده التليفون هو اللي هيعمله مش انت اللي هتعمل. تلكات صغيرة كده انا واثق ان انت مش واخد بالك منها خالص هتحسن ادائك للتليفون وهتريحك كتير وهقول لك على حاجة رائعة جدا في اخر الفيديو ودي هدية مني ليك وهتنفعك من اي اختراق او تجسس من الاخر كده هتضحك على اللي يحاول يخترطها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم مستشفى المحمول معكم حمدي يا رب تكونوا بخير لو اول مرة تشوفني ما انساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتكتب رأيك في تعليق ولو عندك ايه مشكلة اكتبها وانا ان شاء الله هرد عليك يلا اقولها دي يا مميزات حصرية لاجهزة اوبو واجهزة ريلمي لان الفترة اللي فاتت انا تكلمت كتير عن السامسونج وكان في تعليقات كتير بتيجي عن الاوبو والريلمي فانا خصصت الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هتبقى للاوبو والريلمي وان شاء الله اكتب نوع تليفونك وانا ان شاء الله الفترة اللي جاية هحاول على قد ما اقدر ان انا اشوف انواع تانية ومميزات حصرية زي ما عودتكم. يلا بينا. اول ميزة فهي ميزة زكية جدا لو انت سحبت الفوق يبدأ يفتح لك لوحة الاتصال وتتصل بسرعة. لو سحبت التحت يبدأ يفتح لك حاجة تانية خالص انت تكون محددة. لو سحبت يميني يفتح لك حاجة تالتة. لو سحبت شمال يفتح لك اللي انت عايزه. هتروح على الضبط في موبايلك وبعد كده هتجيب ادوات الراحة. بعد كده هتجيب حاجة اسمها الايماءات والحركات. بعد كده هتجيب ايماءات الشاشة المغلقة تبدأ تفتحها. وتبدأ بقى تضيف الحاجات اللي انت عايز تضيف. يعني مثلا لو احنا حركنا الاعلى تختار الحاجة اللي تختارها تفتح معاك. احنا فتحنا كده بدأ يزهر لك التطبيقات احنا اخترنا الهاتف بحيس ان هو يفتح للزرارة بحيس ان انا اتصل بسرعة يعني. طيب لو انا مسلا سحبت لأسفة. هيفتح لي برضو التطبيقات وابدأ اكرر. في حاجة بسيطة بقى بالمرة واحنا بنتكلم لازم تكون مفعالة عشان تخليك عارف انت ماشي ازاي. ايه يا بقى? ان انت تظهر سرعة الانترنت فوق عندك على الشاشة من فوق. بحيس ان انت تعرف ان انت عندك عامل ايه? هتجيب الضبط. بعد كده هتجيب. الاشعارات وشريط الحالة. وبعد كده تضغط على سرعة الشبكة في الوقت الحقيقي. هتلاقي علامة سرعة الواي فاي بتظهر عندك وبتحسب معاك قديه. بحيس ان انت لو داخل على حاجة تعرف هل في نت عندك? ولا لا? ولا سرعة النت ماشية عاملة ازاي? اما بقى لو عندك اطفال مطلعين عينك وكل شوية يمسكوا التليفون ويبوزوه. تعال اقول لك تعمل معهم ايه. هتروح على الضبط في التليفون وبعد كده تضغط على الامان. بعد كده هتجيب حاجة اسمها ركن الاطفال. مجرد ما تضغط عليها هنا بقى بيقول لك ايه? منع فوق دار رصيد الهاتف. منع تعديل النظام يعني ما قدرش يعدل في النظام ويخش في الضبط. منع الادمان يعني ان انت تقدر تحدد الحاجات اللي يخش عليها والتطبيقات اللي يخش عليها. وكمان تقدر تحدد الوقت كمان. يعني التليفون هيشتغل عليه مسلا نص ساعة والحاجة وتلاقي الدنيا وقفت معاه خلص هتلاقيه من نفس وقولك خد يا بابا التليفون اهو. التليفون وقف له واحده يا بابا. ودي طبعا حاجة زكية ورائعة. اما بقى الميزة الرائعة اللي احنا مستنينها بقى وعايزينها ودي موجودة في موبايلات الاوبوريلمي من اول التحديث بتاع اندرويد حداشر. انك تقدر تنشئ تليفون تاني داخل التليفون بتاعك بحيث انك تقدر تخبع عليه الحاجات اللي انت عايزها وتقدر تخش على النظام التاني ده عن طريق رقم سري مختلف للتليفون بتاعك. هجيب الضبط في تليفونك وبعد كده تضغط على الخصية وبعد كده تضغط على استنساخ النظام. مجرد ما تفتحها هيبدأ يقولك استنساخ النظام هتعمل متابعة. هيبدأ يدخلك على واجهة بالشكل ده واقولك دخل كلمة مرور مختلفة عن كلمة مرور اللي انت عاملها اصلا للجهاز. هيبدأ يفتح لك كأنك بتفتح موبايل جديد تماما. ما فيوش اي حاجة خالص تقدر تحط عليه. اللي انت عايزه براحتك وتقدر تبدل ما بين الواجهتين زي ما شفت عن طريق سطارة الاشعارات. وتبدأ ترجع لتليفونك العادي جدا. وصورك العادية والميديا بتاعتك العادية. من غير ما حد ياخد باله واللي عايز يدور ويثبت. والميزة الاخيرة لو حابب تحمي بياناتك وخصياتك وتتحك كمان على المختار اتعالى اقولك تعملي. هتجيب الضبط وبعد كده هتجيب الامان وبعد كده هتجيب حاجة اسمها منع تسريب البيانات الشخصية. ايه ربقى الكلام ده كويس هنا بيقولك عندما يحاول تطبيق قراءة المعلومات الشخصية الواردة سنقوم النظام بتوفير معلومات فارغة فارغة. زي ايه? زي حماية سجل المكالمات. حماية الاتصالات. حماية الرسائل. حماية الصور. وبكده لو حصل اي اختراق. اتطمن. ما فيش اي حاجة تتصرب من بياناتك. بس لازم تفعل العلامة دي. اتمنى اكون فتة حضراتكم. ما